ما حدث كان مرعب بالنسبة للجولاني فالقوة التي لديها هذا المسوغ الشرعي وهم حراس الدين أو أحفاظ القاعدة انشئنا مع الإمكانيات المالية والبشرية التي يمتلكها التلي لا شك ستكون منافس قوي للجولاني وشوكي في حلقه وبموازات تجريف وغرفة عمليات فثبته باعتقال قياديها وقتل قيادي حراس الدين وخنقهم في مناطق نفوذهم مثل عرب سعيد كان يجب أن يحكم قبضته على المسارات الأخرى فلن يسمح برديف إعلامي يشوش عليه وهكذا انطلق حقيقة مثل البلدوزر في وقت قياسي مسيطرا على جميع الميادين والرجل يدرك أهمية الإعلام جيدا لا أدري إن كانت مصادفة لكن لا ننسى أن ندرس سنة إعلام في دماشق قبل أن ينضم إلى الزرقاوي في 2003 على كل حال في شهر مايو ويونيو كان يظهر كل أسبوع أو أسبوعين تقريبا يظهر مع الناس في المخيمات وفي مضافات العشائر ومع المقاتلين الانتحاريين ويوزع الهدايا على الأطفال وكان في كل مرة مثلا يلبس لباس يتفق مع الموقف وهذا سلوك رجل يدرك أهمية الإعلام يدرك أهمية الصورة وعندما دخلت إدلب وهي التحرير الشام في مرحلة جديدة من التفاهمات بين روسيا وتركيا ذهب الجولاني إلى الإعلام الغربي وإلى مؤسسة بحثية مهمة حتى يوضح وجهة نظره ويقول للغرب أنه هو جاهز للتعاون ولكن بشرط أن يظل قائما على رأس هذا الهيكل المشوه الذي يحكم في إدلب ورأينا في الأسبوعين الماضيين مع بدء الحملة ضد حراس الدين والتلي كيف اختلف سلوك إعلامه هيئة تحرير الشام فصاروا يضخون أخبار معاكسة لكل ما تبثوا القنوات المعارضة وهذا يعني تحشيد وتنظيم في نفس الوقت فلا ينفرد المعارضون بالساحة ولا بأي شكل من الأشكال كما أن بياناتهم المضادة كانت محسوبة ومدروسة وهذا يعني اهتمام بالإعلام وسعي إلى تحويل الرأي العام ولا ننسى أن لدى الجولاني رجل أعتقد أنه يقوم بدور أكبر من دوره كرئيس المجلس الشرعي في الهيئة عبد الرحيم عطون هذا الرجل يعرف كيف يصيغ الكلمات وهو متحدث ولديه كاريزمة ويحسب ظهوره على الإعلام حسابا دقيقا أعتقد أن لديه يد في هذا السلوك الإعلامي من جانب الهيئة